مراقعة للأفكار الرئيسية في المحاضرة الثانية تناولت المحاضرة أربع نظريات الإدارة التعليمية نظرية جيدزليز ونظرية جوبا ونظرية ليكات ونظرية بارسونز في نظرية جيدزليز تبرى التنظيم الإداري تنظيم اجتماعي فرعي للنظام الإجتماعي الأكبر وأن التنظيم الإداري يعبر عن تسلسل هرمي للعلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين وأن النظام الإجتماعي للمؤسسة التربية يتكون من بعدين يؤثر كل من هما في الآخر هما بعد مؤسسي وبعد شخصي في النظرية الثانية نظرية جوبا نظرة إلى العملية الإدارة بأنها تتكون من بعدين هو البعد الرسمي والبعد الشخصي في النظرية الثالثة نظرية ليكارت اعتبرت العملية الإدارية بأنها تتكون من بعدين القوانب من قانبين الجوانب الإدارية والقوانب الفنية وإن القوانب الإدارية والقوانب الفنية مكملة لبعضها البعض ولا يمكن الفصل بينهما وفي النظرية الرابعة نظريات بارسونز رأت بأن أي تنظيم يسعى إلى تحقيق أهداف محددة هي في الواقع أهداف المجتمع الذي يوجد فيه التنظيم الذي إنشأه لتحقيقها وميز بارسون بين ثلاث مستوىات للتنظيم المستوى الفني وهتمع أعضاب الأعمال الفنية والمستوى الإداري وهتمع أعضاب تنسيق الجهود بين الأقسام والأجهزة والمصلحة العامة وتركز مهمتها بالنظام الاجتماعي الخارقي في المستوى الفني هو مستوى ويتصل بعمل المشرف التربوي والمعلم والمستوى الإداري يتمثل بعمل مدير المدرسة ووكاله والمصلحة العامة ويمثلها الإدارة التعليمية لكن الإشكالية عند بارسونج أنه المعلم على سبيل المثال يتلقى الجانب الفني من المشرف ويتلقى تعليمات الجانب الإداري من مدير المدرسة وأحياناً يحصل إشكالية بين التعليمات الفنية والتعليمات الإدارية ويقيد بأنه إذا لم يحصل إنسيقام وتنسيق بين المشرف التربوي ومدير المدرسة ويكون يعملوا إشكالية للمعلم اشتركوا في القناة